شوية أخبار وبعدين عندي لقاء مهم جداً جداً الحقيقة الأخبار أو خليني أبدأ بالأخبار اللي عندي النهاردة 2 يناير الحكم في طعن العمري فاروق على قرار عدم اعتماد فوزه بانتخابات النادي الأهلي حددت محكمة القضاء الإداري في جلسة 2 يناير المقبل للحكم في الدعوة المقامة من العمري فاروق والتي طالب فيها وقف تنفيذ قرار الامتناع عن إعلان فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة في النادي الأهلي وما يترطب عليه من أثار خصها إعلان فوزه بمقعد نائب رئيس النادي حضر العمري فاروق للمحكمة وفي حضور محامي محمد عثمان واستمعت المحكمة لأقوال العمري الذي أكدنا للأهلي لم يخالف القانون واتبع كافة اللوائح فيما يخص فوزه بالتزكية وفي الموضوع طالب العمري بإلغاء القرار المطعون ضده بالامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لرياضة البدنية إن شاء الله من المنتظر أن تشهد جلسة 2 يناير حكم واجب النفاذ لا يحق طعن عليه مجدداً إن شاء الله الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي إن شاء الله يوم 2 يناير إن شاء الله يعود إن شاء الله لو قضاءنا في مصر الحقيقة دائماً ما بنوليه ثقة كبيرة جداً جداً فإن شاء الله حكم يكون في صالح الأستاذ العمري إن شاء الله يوم 2 يناير اتحاد كرة القدم كان قائمة الأستاذ جمال علام تترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم أول قائمة تتقدم زي ما حضراتكم عارفين قائمة اتحاد كرة القدم هي قوائم مغلقة قائمة الأستاذ جمال علام الحقيقة تقدمت قائمة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق بأوراق ترشحها لخوض الانتخابات تأدي قائمة جمال العلام رئيس خالد الدرندالي أستاذ خالد الدرندالي طبعا المرشح لأمانة الصندوق في النادي الأهلي ولم يحلفه التوفيق حيكون أستاذ خالد الدرندالي مرشح لنائب للرئيس ثم الأعضاء كابتن عامر حسين والكابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات والأستاذ محمد أبو الوفا والكابتن إهاب الكومي واللواء حلمي مشهور والدكتورة دينا الرفاعي أما القائمة الثانية يسمها قائمة دي ليس ساعة أقدم بكرة جالبا يعني قائمة إنكار الذات هم مسمينها كده الأستاذ سامح فهمي وزير البترول الأسبق هيكون مترشحا على رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الانتخابات المقبلة وأيضا سيكون هناك بعض الأسماء المرشحين عن الاتلاف بقائمة تضم المهندس سامح فهمي رئيسا اللواء مجد اللوزي نائبة لرئيس وعضوية كل من الأستاذ محمد الطويلة والنائب محمود حسين والكابتن أحمد حسن نجم نادي الأهلي السابق ونجم نادي إندرلاخت البلجيكي السابق السقر يعني أحمد حسن مهندس ماجد ناجاتي أيضا المستشار حسين عباد عبدو والدكتورة رانيا علواني وفي كلام بالنسبة للمقعد المرأة وفي كلام أيضا على المهندس عدلي القيعي دي قائمة ممكن بطر وأن القائمة دي بكرة إن شاء الله تشوفوا أن القائمة دي تبقى موجودة وتقدم أوراق ترشحها بكرة إن شاء الله والقائمة اللي قدمت بالفعل أوراق ترشحها هي قائمة الأستاذ جمال علام خلينا نشوف الأيام القادمة هايكون فيها